السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم العربعاء 14 شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج الحمل الآن موعد بث الحلقة ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 3 ودقيقة من عصر اليوم العربعاء بتوقيت جرينيتش لينتقل بعدها القمر لبرج الثور ورح يظل القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 7 و38 دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعدها للجوزة القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و46 دقيقة من صباح الأربعاء اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لإظهار أي شيء مناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر بما إنه من الآن ولغاية ساعة العصر تقريبا موجود في برج الحمل فمنظل بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ونلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها وبنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية علينا ضبط أعصابنا أثناء التعامل مع الغير في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا رح تكون ذروتها ساعة ستة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ولكن تأثير هاي الزاوية مستمر لتقريب الأسبوع القادم يعني إلها أسبوع ومستمر الأسبوع فهي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين كمان إنها بتعرق النجاح مبادراتنا وعلاقاتنا بالدل كذلك على أن هاي الفترة ممكن تشهد الضرابات للعمال اللي ممكن ترافقها عمل شغب أو حوادث عنف وممكن تشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة أو ازديار حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبالدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو أعمال تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة وارمعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بخلال هذا اليوم بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية راغبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذو فيها الآخرين دون أن تشعروه بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر اللي هو لما القمر بيجي يبدأ ينتقل من برج لبرج وآخر زاوية بشكلها هي بداية خلو المسار لحديث ما ينتقل ويستقر ويبدأ يشكل زوايا مع الكواكب الأخرى طبعا خلو المسار رح يبدأ الساعة عشر وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة ودقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة ودقيقة عصرا بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الثور عشان هيك بنصبح أكثر حذرا ومنميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا ونحاول أنه ما نقترض أموال من بنوك أو من أصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل أما بالنسبة لأولى الزوايا اللي رح تتشكل بعد الانتقال عند زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة واحد وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ابتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وخمس وخمسين بعد العصر بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالتفكير والعصبية بتسببنا خصومات ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نبادر بعملية جراحية كبرى لإلها عندنا الراس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة، القضيب، المرارة، الشريين، والدم أما من ساعات ما بعد العصر، اللي بصير عندنا العنق والحنجرة، الحفال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، وتفاحة آدم طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء، ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار، وأيضا نبعد عن الأعضاء اللي ذكرناها بأوقاتها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن، ولكن مش الجراحة الجراحة إذا ما بعد العصر أو المساء، ما في أي مشكلة لا يصلح لزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر، بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة الثلاثة بتوقيت جرينيش من عصر يوم الجمعة 16-2 ورح يستمر لغاية الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال عمره خمس أيام بالساعة 17 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بصير ست أيام نسبة الإضاءة 32% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات العصر منتحسة بنسبة 10% القمر في الحمل ورح ينتقل في ساعات العصر للثور ورح يظل في برج الثور لغاية زيس يعني يوم 16-2 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر الأولى منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر سعيد بنسبة 5% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارة في الدلو حتى يوم 23-2 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة لغاية ساعات العصر وبعمكم النشاط ممكن تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو بنوع من أنواع التغييرات ومعني تعتبر مرحلة ما زالت جيدة للانطلاق ولكن حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات العصر وما بعد بيصبح يوم مناسب الأعمال اللي تتعلق بالأمور المالية لأنه بيحملك فرص مالية بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتك ممكن تنشط بالاتصالات والزيارات أو تهتم لترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن يتعالج مسائل إدارية أو تمولية بتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فبيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاك ومراحتكم بتحس أن طاقتك ما زالت ضعيفة الأمور شوي مخيبة للآمال نفسيتك متقلبة حاول أنك تضبط عصابك ما تتخذ قرارات حاسمة لغاية ساعات العصر لأنه من ساعات العصر القمر بيوصل لعندك بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة بعمك النشاط بقدروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي لأن الفترة هاي فترة مميزة واستثنائية ومن الأيام القادمة أيضا فعشان هيك حاول أنك تستغل الفترة من بعد ساعات العصر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بيظل فيه نوع من أنواع النشاط الاجتماعي معي العلاقاتكم لقاء الأصدقاء مناسبة أو ممكن شوي بعض الاتصالات المفاجئة بالنسبة لك ولكن حاول أنك تبعد عن أي مشاحنات مشاكل أو سوء تفاهم ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك لأنه من ساعات ما بعد العصر القمر رح يوصل لبيت المتاعب عندك فرح تدخل فترة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك وحاول أنك ما تراهن على الحضوض ممكن يتعاني من الركود أو مراوحة المكان حاول أنك ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك لأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً يتضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة من الآن ولغاية ساعات العصر أهم مش إنك تهدئ من روعك لأنها فترة شوي ما زالت سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر فحاول أنك تعالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما من ساعات العصر وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا ردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجوع جمعية أو مؤسسة لتتلاقى مع طموحاتك ورغباتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم مازل مناسب لاجتياز امتحان ولكن في فترة خلو المسار الامتحانات والمقابلات شوي حاولوا أن تكونوا مستعدين وما تعتمدوا على الحضوض وحاول أنك تظهر نوع تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجحوا بالترويج لعملكم أو كسب الدعم والتأييد أما من ساعات العصر فهنا القمر رح ينتقل يعني بيصبح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض من الآن ولغاية ساعات العصر بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وإنتوا بحاجة لطاقة عالية جداً عشان تقدروا تتجاوزوا هاي الساعات لغاية ساعات العصر فعشان هيك لازم تخلي عصابك متينة أما من ساعات العصر وما بعد فهنا الطاقة تصير ممتازة جداً فممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو تنجحوا بمورة تتعلق بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم ايه بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة تماماً بالنسبة لإلك وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك أو سفر محتمل لبعض موليد برج العذرة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات العصر وبتظل الفترة مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن برضو ما بجوز إثارة المشاكل والمتاعب والجنب والانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث أيضاً أما من ساعات العصر هنا القمر بيتحرك من مقابلتك تماماً فيمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلها بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء حاول أنك تفكر في مستقبلك وراحتك أو الأمور التي تتعلق بالتأمينات أو البنوك أو القروض أو ترتيب وضع مالي أهم شيء قدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالأيام الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء من الآن ولغاية ساعات العصر نظموا جدوى الغذاك ومخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر بمعض التعب تستطيع إحراز تقدم وأرباح عديدة إذا ركزت بشكل جيد ولكن حاول أنك ما تغامر ماليا عما من ساعات العصر وما بعد بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوزعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا من الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات العصر والظروف جيدة ولكن ممكن يكون فيها يعني احتمال قلق اتجاه أحد أفراد أو أحد الأحبة نشاط عالي بتميل له للترفيه عن النفس للأمور التي تتعلق بالاهتمام بالذات أو التجميل هاي فترة جيدة جدا لهاي الأمور ولكن احذر من فترة خلو المسار أما من ساعات العصر وما بعد هنا ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على مجهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي وهي الفترة فيها بعض القلق المهني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات خلال من الآن ولغاية ساعات العصر أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يكون في بعض التوتر أو إشي بسبب حد الطارئ بجدة على الساحة أما من ساعات العصر فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبياً وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات وبترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلات عمل الأجوار رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية لترويج لمشاريع بنجاح من الآن ولغاية ساعة العصر وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم مش إنه ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط ابتمتلك سرعة بديهة عالية وسرعة خاطر ومهارة ملموسة أما من ساعات العصر وما بعد بصير هذا اليوم مناسب لإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العالية أهم مش إنه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لا اللي بيحتاجوها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن تحصلوا على هدية من الآن ولغاية ساعة العصر وممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب لإلك دور مهم أو تهتم بقضية شراكة أو عمل أو تعالج الأمور بطريقة دقيقة شوي حاول إنك ما تبالغ بالمصاريف المالية وانتبه من النصابين والمحتالين من الآن ولغاية ساعات العصر وحاول إنك يعني هيك ممكن تجد بعض التسويات أو الحلول للأمور المالية حاول إنك تدرسها بشكل جيد أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاول إنك تكون عنصر إجابي وما تتصبر بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفاهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء